موسيقى طابة وقاتكم بالخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من الحصاد الاغباري الاسبوعي تأتيكم مباشرة من قناة الكرم الفضائية لنسلط الضوم من خلالها على أهم الأحداث التي جرت هذا الاسبوع كونوا معنا مشاهدين أهلا بكم في حلقة اليوم قداسة البابة وادروس للوفد الإيطالي الزائر لمصر ضمن برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة الصلاة المرفوعة في الأديرا هي بمثابة حماية لأرض مصر وفي لقائه رؤساء الكنيس الأرثوكسية الشرقية بلبنان قداسة البابة وادروس تفريغ المسيحين من مناطق الشرق الأوسط هو يمثل خطوة بالغة على سلام العالم كله وجريد الدستور تتسبب في غضب أقباط مصر بعد نشرها صور للمتخب المصري بشكل إيقونات لقديسين مستهين بالعقائد المسيحية مشاهدين ونتابع أيضا في الحصاد مصرع القطي بشوي عادل دميان أبو لطفلين على يد مجهولين بالولايات المتحدة وغليان الشارع المصري بعد رفع الحكومة الجديدة أسعار الوقود ومشتقاته لخمسين في المئة وأزمة جديدة بين الكناس والسلطات الإسرائيلية بسبب قانون حول الأملاك ونتابع أيضا تنديد أممي بقرار واشنطن فصل أطفال وقصر عن أهلهم المهاجرين وإلى عشاق الرياضة سقوط مروع للأرجنتين بقيادة ميسي أمام كرواتيا مشاهدين كل هذه الأنباء وغيرها تتابعونها في حلقة اليوم من الحصاد الإخباري الإسبوعي فابقوا معنا بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل الحصاد الإخباري والبداية من مصر فقد رحب قداسة البابة وادروس الثاني بابة الإسكندرية وبطريار الكرازة المرقصية بالوفد الديني الإيطالي الذي يزور مصر في أول رحلة حج يقوم بها ضمن برنامج إحياء مسار العائلة المقدسة وخلال كلمته أمام الوفد الزائر الذي ضم الكاردينال والأباء الأساقف والكهنة ومسؤولي السياحة المصرية قال قداسته أنتم تزورون الأراضي التي عاش عليه السيد المسيح مدة ثلاث سنوات ونصف وأصارت مصر مثل فلسطين وأكثر اسم ذكر في الكتاب المقدس هو مصر وأضاف رحلة العائلة المقدسة كانت بمثابة ملجأ أمان لها وبطبيعة خاصة في التاريخ الإنساني فمصر صاحبة أكبر حضارة وذات تاريخ غني والكنيسة القبطية بدأت في القرن الأول الميلادي وهي أكبر كيان على أرض مصر والعائلة المقدسة زارت أماكن كثيرة أرجو أن تعلموا أن مصر تشبه لوحة طبيعية رسمها الخالق ونحن ككنيسة قبطية تتأصل المسيحية على أرض مصر وتوجد لدينا آثار كثيرة وفي مقدمة هذه الآثار الأديرة ونشكر الله على تجشين مسار العائلة المقدسة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة السياحة بدأ الاهتمام بهذا المسار ومصر هي بلد الأمان والسلام والمحبة ونرحب بكم في هذا اليوم ليس على الأرض فقط ولكن في قلوبنا ونتذكر زيارة بابا روما في العام الماضي إلى مصر ولنا علاقات طيبة وتواصل مستمر ونصلي بعضنا لبعض من جانبه قال المطران ليونوفو ماغلي مسؤول الوفد الديني الإيطالي في كلمته للبابة وادروس شكرا لكم وللدولة ولكل من ساهم في هذا الحدث نسعى للتواصل معا من أجل التضامن والحوار والقيم المشتركة وفي ناتي اللقاء تمنى قدست الواب الوفد الإيطالي الزار إقامة ممتعة مليئة بالبركات من المواضع المقدسة اهتمت بالحكومة المصرية واهتمت بإعداده جيدا لكيما يكون مصارا عالميا يسجل حادثا من أقوى حوادث التاريخ وهي زيارة السيد المسيح والسيدة مريم العزراء والقديسيوس في النجار إلى مصر في القرن الأول الميلادي والكنيسة القبطية باعتبرها أقدم كيان شعبي في مصر هي حرصة لهذا المصار عبر 20 قرن من الزمان في السنوات الأخيرة اهتمت الحكومة المصرية أعرب قدست البابة وادروس الثاني باب الإسكندرية وبطريار الكرازة المرقصية عن شكره لله على وضاع المسيحين في الشرق الأوسط قائلا نشكر الله أن أحوال المسيحين في الشرق الأوسط أصبحت تميل إلى الهدوء وأشار قدست البابة في كلمتي التي ألقاها خلال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الكنيس الأرثوكسية الشرقية في لبنان والذي جاء لمناقشة أوضاع المسيحي الشرق الأوسط والعمل المسكوني المشترك بين الكنيس بمشاركة قدست البطريار كمار إغناطيوس إفرام الثاني كريم رئيس الكنيسة السورية الأرثوكسية في العالم وأرام الأول كاثوليكيس الأرمن لبيت كليكية الكبيرة أشار قداسته إلى مقاومة التحديات التي تواجه بلداننا الشرقية ونبذ كل صور الإرهاب التي تطال شعوبنا التي تعيش هذه البلدان لذلك فإن التفريغ المسيحين من مناطق الشرق الأوسط هو يمثل خطورة بلغة على سلام العالم كله وليس السلام المنطقة فقط ولقاءاتنا هي لقاءات محبة نتدارس فيها بعض الموضوعات المتعلقة بكنائسنا وبالحوار مع الكنائس الأخرى وأيضا التضامن من أجل مواجهة الآلام التي يعانيها البعض في مناطقهم والحقيقة في كل مرة ما تقابل فيها يساومني ويأتي إلى ذهني أهمية الأمور المسيحي وأهمية الصوت الأوروزوكسي في الوجود المسيحي الصوت الأوروزوكسي في العالم يمثل الصورة القوية للحفاظ على المبادئ الإنجيلية وعلى السلام الاجتماعي وعلى الشهادة العاملة لإسم المسيحي صحيح إحنا كان إسماء في مناطق الشرق الأوسط نشأت وبدأت مع المسيحية ولا تاريخ العقيم والقديم وفي الشأن القبطي أيضا وافقت دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سهاج على هدم ويعادة بناء الكنيسة الإنجيلية المشيخية بقرية الرويهب بمركز المنشأة وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة وتحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة وأشار المحافظ أن العمل على هدم وعادة بناء الكنيسة تم بناء على رغبة القس خير خليفة جرجس مسؤول الكنيسة الإنجيلية المشيخية وأكد القس حسب ما أشارت مصادر إغبارية على مدى اهتمام القيادة السياسية بمبدأ المواطنة وذلك بتنفيذ اللوائح والقوانين المعنية ببناء دور العبادة وفقا للشريعة الإسلامية والدستور تعالت أصوات الأقباط غضبا الأربعة بعد قيم جريدة الدستور المصرية في عددها الصادر الأربعة بنشر صور لمجموعة من لعبي المنتخب المصري على شكل أيقونات قبطية كشبه صور القديسين وأباء الكنيسة بالإضافة إلى كتابة عبارة بركاتك يا عدرة مما أشعل غضب الشارع القبطي واصفين هذا التصرف اللامسؤول بأنه إهان للشعب القبطي والكنيسة الوطنية معتبرينه جريمة تدخل في حيز جرائم ازدراء الأديان وأشار بعض النشطاء الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الحكومة المصرية دائما تقف بوجه كل من يحاول إثارة الفتن الطائفية والذي يؤثر ذلك على تخلخل في الصف الواحد وتمزيق النسج الوطني وتهديد أمن واستقرار البلاد متسائلين ما هي العلاقة التي تربط ذكر القديسين بمباراة لكرة القدم ولماذا تتخذ هذه الصحيفة أو غيرها هذه الطريقة هل هو من أجل أرباح مادية وكسب شهرة على حساب إهانة شعب بالكامل أم لتشويه المقدسات المسيحية وتهون بمقدرات الشعب والحكومة وإثارة البلبلة مؤكدين أن ما قامت به هذه الصحيفة هو عمل لا ينم عن الوحدة الوطنية وإنما هو استهتار واضح بفئة من فئة الشعب المصري وجرح مشاعر كل مسيحين في مصر من خلال نشر الصور المسيئة لهم ولعقائدهم الدينية ولابد من محاسبة المقصرين وقد طلب نشطاء الأقباط برفع قضية ضد الجريدة والمسؤولين بها لسماحهم بنشر مثل هذه الصور في تهكم على مقدسة الأقباط وإهانة معتقداتهم الدينية يذكر أن الكنيسة المصرية فتحت أبوابها لفسح المجال لكل المصريين في متابعة مباراة المنتخب المصري الذي تشجعه كونه يحمل اسم بصر على الرغم من عدم وجود أي لعب مسيحي في صفوف المنتخب المصرية تنظر محكمة جنح الصف الأثنين المقبل قضية كنيسة طفيح بقرية كفر الواصلين مركز طفيح بالجيزة والتي صدر فيها الحكم على عشرين متهما بينهم قبطي وهو عيد عطية المتهم ببناء بدون ترخيص في مبنى تمتلك مطرانة طفيح أوراق ملكيته بإعام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 360 ألف جنيه بينما قررت الحكم على 19 آخرين متهمين بالتعدي على ممتلكة الأقباط والتجمهر وإثارة الفتنة الطائفية بعام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه وكانت نيبة مركز الصف محافظة الجيزة في مفاجأة غير متوقعة استانفت على الحكم الصادر وتم قبول الاستناف وتم نظر أولاء الجلسات في مارس الماضي وقال سعيد منير عضو هيئة الدفاع في القضية إننا نأمل في تحقيق العدالة ببراءة القطي عيد عطية والذي لا يملك المبنى وهو باسم كنيسة مارت تادروس الذي تم مهاجمته من قبل المتشددين في ديسمبر الماضي للاحتجاج على ممارسة الشعار الدينية مشيرا إلى أن الاستناف على الحكم من قبل النيابة يعد خطوة إيجابية لإعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المخطئين بتدمير المبنى والتجمهر والمتهم فيها 19 متهم وهذه قضايا لا يجوز فيها البراءة مثل التجمهر واستخدام الدين في إثارة الفتنة وكان المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قد حال عشرين متهمة في الأحداث التي شهدتها قرية كفر الواصلين بطفيح إلى المحاكم العاجلة أمام محكمة الجنح بعدما أسفرت الأحداث عن تخريب وتدمير محتوية كنيست الأمير تادرس بالقرية والتجمهر وإثارة الفتنة وكان نيافة الأنباء رويسم إسقف أطفيح شكل هيئة الدفاع في قضية أطفيح من الأساتذة إبراهيم إدور وهاني رمسيس وعاطف نظمي ومفيد ثابت وسعيد منير وهاني فهمي وافقت الحكومة المصرية بإرسال سيدة قبطية مصابة بتفجير الكنيسة البطرسية إلى ألماني للعلاج على نفقة الدولة وقال ميلاد طلعت عضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان أنه تم الانتهاء من الإجراءات الرسمية بالحصول على قرار علاج السيدة القبطية السميحة توفيق مصابة أحداث تفجير الكنيسة البطرسية على نفقة الدولة للعلاج بألمانيا في محاولة ليعادة الوجه بشكل طبيعي للسيدة التي تأثر بشكل كبير من التفجير الذي أصاب وجهها ويصعب عليها ممارسة حياتها بشكل طبيعي وقدم طلعة الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل لإنهاء إجراءات القرار والذي سبق وصدر في ديسمبر 2016 ولكن لم ينفذ لسفر السيدة إلى المجار بطلب من سفير المجار بالقاهرة وتم إجراء عملية واحدة ولكن دون جدوة ومر أكثر من ستة أشهر على القرار فتم العمل على إعادته ووفرت الدولة 140 ألف يوروما يعادل 3 ملايين جنيه مصري تكاليف علاج السيدة لإعادة الفك حيث تعاني صعوبة من تناول أي شيء وأن القرار أصبح ساري وتم مخاطبة الجهة العلاجة بألمانيا لسرعة إنهاء السفر السيدة وأشار إلى أن المؤسسة القومية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار ماجي الصلاحة تواصلت مع الجهة الرسمية وتم إنهاء جميع الإجراءات لسفر السيدة وينتظر وصول قرار الموافقة من ألمانيا حتى تبدأ عملية إنهاء تأشيرة لسفر السيدة خلال هذا الأسبوع لقي شاب قبطي يدعى بيشوي عادل دميان مصرعه إثر هجوم مسلحين على مقر عمله في الولايات المتحدة الأحد بعد أن قاموا بسرقة المكان دون معرفة أسباب الهجوم إن كان إرهابي أم بهدف السرقة والشاب القبطي بيشوي 28 عاما من أبناء مركز مطاي شمال محافظة المينيا متزوج وأب لطفلين ولا تزال حتى الآن الواقع يشبه الغموض والتحقيقات جارية للتوصل إلى الجنات أصدر الدكتور علي المصيح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قرارا وزاريا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل أسعار الوقود وتضمن القرار تحمل الحكومة فارق السعر السولار بما يضمن تدبيت سعر الرغيف للمواطن عند خمسة قروش على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابة البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم خمسة قروش التي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المغبز وتضمن القرار الذي أصدره الدكتور المصالحي احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج للرغيف 16 قرشا للخبز الطري وبالنسبة للخبز الملدن تم تحديد تكلفة التصنيع 17 قرشا ونصف على أن يتم خصم خمسة قروش يقوم المواطن بسدادها ويتم وضع باقي قيمة التصنيع لصاحب المغبز في حسابه البنكي طبقا للآليات التي يتم محاسبة صاحب المغبز عليها حاليا وأكد الدكتور المصالحي أن تحمل حكومة فارقة السعر السولار ينعكس على زيادة قيمة الدعم الذي تتحمله الحكومة لتصل تكلفة الرغيف إلى أكثر من 55 قرشا في الرغيف ويتم يوميا إنتاج حوالي 275 مليون رغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن مقيدين على بطاقات تموينية وأصدر تعليمته إلى الأجهزة الرقابية ومديرية التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بتجديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توفر المواد البترولية من الوقود والغاز المنزلي بالأسعار الجديدة وضرورة التزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلعبين المستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أهلا بك أستاذ ممدوح وحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن منظومة مشاهدين لا زلنا في الشأن المصري لم تلبث الحكومة المصرية الجديدة من وضع قدما تحت قبة مجلس الوزراء إلا أن نراها اليوم تصدر قرارا يهز الشارع المصري لتتركه يغلي غضبا إثر قراره برفع أسعار الوقود بدءا من الساعة التاسعة من السبت الماضي حيث زاد سعر لتر البنزين بالرقم 92 ليبلغ 6 جنيهات و75 قرشا بدلا من 5 جنيهات وارتفع سعر لتر البنزين رقم 80 ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا للتر بدلا من 3 جنيهات و65 قرش وسعر لتر السولار ليبلغ 5 جنيهات ونصف الجنيه بدلا من 3 جنيهات و65 قرش وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من جنيهين و75 قرشا بدلا من 2 كما ارتفع السعر البنزين بالرقم 95 إلى 7 جنيهات و75 قرشا للتر بدلا من 6 جنيهات و60 قرشا كما ارتفع سعر استوانة الغاز المنزلي إلى 50 جنيه بدلا من 30 جنيه ورفعت الحكومة المصرية سعر استوانة الغاز السائل المنزلي التجاري لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيه وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرد بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016 في الأوضاع الاقتصادية واستمرار الغلاء واتساع الهوة بين الأجور والأسعار قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات ومواد الوقود الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووسائل المواصلات وأمام شقوى المواطنين من حدة الغلاء يرى المسؤولون أن الفئات ذات الدخل الأعلى كانت المستفيدة الأساسي من الدعم المقدم للوقود عشان ننجح لازم أن يكون فيه ضريبة وديه ضريبة فما فيه مشكلة نحن نستحمل شوي أنا عشان سكوتر يعني مشاهدين الحصاد والإخبار متواصل أهلا بكم من جديد بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة بعد المئة لمذابح الإبادة السريانية على يد العثمانيين سيفو 1915 أقامت بطرياركة أنطاكيا وسائل المشرق للسيران الأرثدوكس الأحد قداسا إلهيا ترأسه قداسة البطريارك ماري غناطيوس أفرام الثاني كريم بطريارك أنطاكيا وسائل المشرق الرئيس الأعلى الكنيسة السريان الأرثدوكسية في العالم وذلك في كدرية مار جرجس البطرياركية للسيران الأرثدوكس في باب توما بدمشق وقال قداسة البطريارك أفرام الثاني إن ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في الإبادة والمجازر التي ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق السوريان في ماردين ودير باكر تجعلنا نتذكر بطولة أبائنا وأجدادنا للحفاظ على أرضهم التي تجذروا فيها منذ آلاف السنين وأضاف قدس البطريارك رغم السيف والقتل والذبح والتنكيل والعذاب أنذاك ظل أهلنا صاملون بأرضهم متمسكون بإيمانهم ومعتقداتهم وهما أعطانا الحافظ حالين البقاء والصمود على أرضنا وفي وطننا والتجذر فيها والدفاع عنها ودحر الإرهاب التكفيري الذي تعرض له أبناء وطننا سوريا وطالب البطريارك الدول التي تعمل على تأجيج الأزمة في سوريا بالتوقف عن ذلك مشيرا إلى أنه بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة على سوريا استطاع جيشنا الدحر الإرهاب ويعادة الأمن إلى بلدنا وشارك في القداس عدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحي في دمشق وبعد انتهاء القداس انطلقت مسيرة الشموع من مقر البطرياركي إلى حديقة الشهداء السوريان يتقدمها قداسة البطريارك إفرام وإقوانة تمثل مذابح الإبادة الأرمانية السيفو والذخير المقدس لشهداء السريان حيث عسفت فرقة مارفرام السريان الكشفية النشيد الوطني السوري أو بالسكوت عنها ربما هذا هو السبب ولكن نحن الذين نعيش اليوم أيضا مجازر حدثت خلال السنين الماضية ونرى ضحايا كثيرين لهذه المجازر نتذكر ولن ننسى ما حدث منذ مئة عام كما لا ننسى ما يحدث الآن وسنظل نصلي ونطالب ونتذكر تلك المجازر رهيبة إلى وجه رؤساء ثلاث كنائس مسيحية في إسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو احتجاجا على مشروع قانون حول الأملاك وذلك بعد أشهر من أزمة ممثلة وفي رسالتهم إلى نتنياهو عبر بطريارك الروم الأردوكس ثيوفيلوس الثالث وبطريارك القس للأرمن الأردوكس نورهان مانوغيان وحارس الأرض المقدسة الكاثوليكية الأب فرانشيسكو باتون عن احتجاجهم على مشروع القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس للقطاع الخاص ويطالب رؤساء الكنائس نتنياهو بإيقاف مشروع القانون الذي تخطط الحكومة إحالته إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع واعتبر رؤساء الكنائس مشروع القانون هذا هجوما غير مسبوق على المسيحين في الأرض المقدسة وانتهاكا للحقوق الأساسية يأتي ذلك بعد أشهر من أزمة كبيرة بين الكنائس والحكومة الإسرائيلية نشبت في فبراير الماضي بسبب قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس واضطر نتنياهو أنذاك لتجميد كل الإجراءات في إطار هذا القانون بعد أن أغلق رؤساء الكنائس في القدس كنيسة القيام احتجاجا على القانون بعد معارك عنيفة أعلنت مصادر حكومية يمنية أن القوات الموالية للرئيس اليمنية عبد الرب منصور هادي حررت مطار الحديدة من سيطرة الحثيين وذلك بعد أن كانت القوات الموالية لهادي قد سيطرت الثلاثاء على نحو 95% من المطار بإسناد من طيران التحالف العربي وفق ما أفادت به مصادر إغبارية مطلعة دوليا ألقت السلطات الفرنسية الأحد القبض على امرأة في سين سورمير في جنوب البلاد بعد أن أصابت شخصين بجروح بمشرة في متجر فيما اعتبر النائب العام واقع رهيبة وقال النائب العام برنار مارشال إن شخصا أصيب في الصدر وأودع المستشفى كما أصيبت موظفة بالمتجر بجروح طفيفة وأضاف ووفق شهود عيان فإن المرأة صرخت الله أكبر قبل تنفيذها للهجوم الإرهابي موضحا أنها متطرفة ونقالت وقات الصحافة الفرنسية عن مارشال هناك محاولة اغتيال وتمجيد جريمة ذات طابع إرهابي ويجري تفتيج منزل المعتدية لمعرفة ما إذا كانت لديها صلاة بداعش بحسب المصدر ذاته وإلى الحوادث الإرهابية في أمريكا حيث قتل شخص واحد وأصيب 22 أخرون على الأقل بجروح بينهم أربعة في حالة حرجة في هجوم مسلح جديد وأطلق نار أثناء مهرجان بولاية نيوجرس الأمريكية وقالت الشرطة الأمريكية إن شخصين مسلحين على الأقل فتح النار على حوالي ألف شخص كانوا يحضرون مهرجان للفن والموسيقى والطعام في منطقة ترينغتون الأحد وأعلن المدعي العام لمقاطعة ميرسر كاونتي حيث وقع الهجوم أن شرطة قتلت أحد المشتبى بهم في الحدث وهو شاب 33 عام بينما تم القبض على الآخر واحتجازه لحين استجوابه وتسبب تدافع الحضور أثناء الهروب بعد إطلاق نار إلى تزايد الإصابات ومن بين المصابين أربعة في حالة حرجة بينهم مراهق 13 عام وتم الإعلام في البداية عن إصابة عشرين شخصا لكن الرقم ارتفع بعد أن وصل مصابا إلى مستشفى محلي ولم تحدث السلطات دوافع الهجوم حتى الآن لكنها أعلنت العثور على العديد من الأسلحة في موقع الحادثة كما كان هناك محاولة سرق السيارة بالقرب من الموقع لكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت مرتبطة بالهجوم أم لا وقال أحد المصابين كان الجميع يستمتع بوقته وفجأة وقع إطلاق نار وأصبته في ساقي ثم سقطوا على الأرض وهذا كل شيء نددت الأمم المتحدة بقرار الإدارة الأمريكية بفصل أطفال وقصر عن أهالهم وذويهم وأقاربهم أو الأوصياء عليهم من المهاجرين غير الشرعيين وكانت السلطات الأمريكية قد أحالت عددا من البالغين من المقبوض عليهم إلى المحاكمة بتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية في حين تم وضع الأطفال في مراكز احتجاز في أماكن نائية أعلنت واشنطن رسميا انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته فشل الدول الأعضاء في إصلاح المجلس وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال مؤتمر صحفي أن عودة واشنطن إلى المجلس مرهون بإصلاحه إضافة إلى وقف الإدانة الدورية لانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين الولايات المتحدة تنسحب اليوم رسميا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأود أن أكون واضحة جدا بالقول إن هذه الخطوة لا تعني تخلينا عن التزاماتنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان بل على العكس نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا أن نكون جزءا من منظمة منافقة مشاهدين وصلنا إلى هذا الخبر الرياضي حيث تلقى المنتخب الأرجنتيني بقية البرغوث ليونيل ميسي هزيمة ثقيلة من نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة في إطار مباراة الجولة الثانية بمباراة المجموعة الرابعة من منافسات كاس العالم المقامة في روسيا فيفا 2018 وصطع منتخب كرواتي أن يؤدي مباراة قوية أمام منتخب التانجو وأحرز الأهداف كان بينه أنتي ريبيتش في الدقيقة الثالثة والخمسين ولوكام ودريتش في الدقيقة الثمانين وإيفان راكتيتش في الدقيقة الحادية والتسعين من عمر المباراة مشاهدين حصادنا الإخباري الأسبوعي انتهى شكرا للمتابعة وإلى لقاءنا آخر في الأسبوع المقبل إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر